العد التنازلي عشرة أسباب وراء نجاح الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بل ولتعاطف الناس معها جمهور وجموع المواطنين ممكن يكون للبعض رأي آخر ولكن يعني الرأي الآخر ده محتاج عقل آخر كي يصدقه عشرة أسباب وراء نجاح جمعية العمومية لنقابة الأطباء عاشرا قدرتهم على الحجد الكبير الضخم ده أكبر عدد ممكن يكون حضر لجمعيات عمومية طارئة أو عادية عشر تلاف وستمائة متسجلين قبل انتهاء موعد التسجيل ده معناه قدرة على الحجد قدرة على النداء قدرة على الاستدعاء وده مسألة تقول لنا أن احنا أصاب ملمح ومعلم من معالم النجاح الحقيقية تاسعا رفعوا لافتات شعارات كلها مطالب اجتماعية كتير من المصريين اللي لم يكونوا جميعا رأيهم أنها مطالب عادلة ومطالب اجتماعية ومطالب خرقنا في مظاهرات كثيرة قبل خمسة وشيناير وفي خمسة وشيناير وقبل ثلاثين يونيو وفي ثلاثين يونيو هذه الشعارات والطموحات والأهداف للعدلة الاجتماعية وللعدلة عموما هي طموحنا وهدفنا وغياتنا وأملنا فلما بقى العنوان للجمعية أو أحد عنوانها وشعارتها هي نفس تلك الشعارات فبالتأكيد نجحت بين جمهورها ونجحت بين الجماهير التي تابعت والمواطنين الذين اهتموا سامنا الجرعية العمومية لأطباء مصر لم تكن يوم الجمعة الماضي من أجل كرامة الطبيب فقط ولكن أعتقد أن جملة المصريين عرفوا علموا أدركوا تيقنوا أنها من أجل كرامة المواطن المصري ودي نقطة مهمة للغاية لأن الكرامة كانت خطا أحمر طول الوقت خطا أحمر حتى في الشعار عيش حرية كرامة أو عدالة إنسانية إذن الكرامة طول الوقت خط أحمر لا يمكن للمصريين وإن قبلوا حينا وإن تواطئوا على تمرير هذا حينا لكن لا يمكن أن يستمروا أبدا في مقايدة هين الكرامة مقابل أنك تعيش أو مقابل أنك أنت تستقرب إطلاق كرامة المصري خط أحمر وواضح أنه كل الأطراف بتقول كده حكابا ومحكومين لكن اللي يحشد لها بقى ويعلنها شعارا وهدفا ويدفع عنها عشان كده يبقى في لحظة النجاح سابعا لأنه كان من الممكن إنهاء هذه القضية بملتال بساطة لو طبقنا العدل ساعتها لحظتها لو كانت الدولة قادرة على إنها تطبق العدل والقانون على هؤلاء الذين انحرفوا وتجاوزوا اتنين أمناء شرطة ضربوا أطباء داسوا عليهم بالأحزية بشكل علني واضح كمان عشان إيه علشان مش عايزين يطبخوا تقرير مزور لصالح ويؤلاء الأمناء اتنين لو انت تعاملت من اللحظة الأولى بشدة وبحدة وبحزن وأنهيت الموضوع بإحالتهم للنيابة وإحالتهم للمحاكمة إنما انت قررت التعذف بنفس الطريقة القديمة وهي إنك تحول المدني عليهم جناتا وإن حيام المحاضر ضدهم ولفق لهم تلفيق وابتزهم واضغط عليهم وخليهم يتنزوا عن حقوقهم فمش في مواجهة الفعل بس جريمة الاعتداء عليهم لا في مواجهة جريمة الطواطق على الاعتداء عليهم فلا يبقى المواطن مظلوم وكمان الذي يظلمه يمعنه في ظلمه لا يبقى هنا الغضب بيعلى أكتر والحجد يكتر والشعار يكبر والتعاطف يبقى أكبر بكثير سادسا إنه جمعية العمومية لنقابة الطباء مصر عملت حالة غزل للمواطن غزل بيعملوا الحكومة وبيعملوا الرئيس وعملوا كل الناس لما عملتوا النقابة بقت حاجة وحشة لو لك إحنا نعالجك بمش هناخد فلوس وإن إحنا الخدمة مجانية يقولها الوزراء ويقولها المسئولين ويقولها يبقى كويسين أو حلوين قالتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بقوا وحشين وبيستغلوا الناس استغلوا الناس يعني وإنتوا بتعملوا إيه ولما يبقى ده مطلب يطلع بالنقابة أطباء مصر ده إحنا نحييه وننتصر له ونتعاطف معاه ونحاول نطبقه ونشوف نطبقه إزاي إنما إن إحنا نتكلم عن الخدمة الطبية باعتبارها مقدمة بهذا السوق بكل هذا الأجر ونلد حاجة عادية لعل أصوات الأطباء حين علت وقالت لا الخدمة المجانية لازم تبقى خدمة مجانية لعلنا نميعا نفوق خامسا مظهر الاحتشاد وإن كان بالآلاف إلى أنه كان فيه تحضر شديد جداً فضلاً على الالتزام شديد جداً فضلاً على سيولة مرور وما كانش فيه أي رغبة في أنه عطل المرور عشان أقول أنا بتظهر يعني فكان فيه جانب في الشارع مسموح ومطروك فمحولتش مطالباتي وغاياتي ووسائل اللي أنا بعملها إلى معاندة للناس أو تعنت في شيء مروحهم وحياتهم اليومية فكسبت تعاطفهم بيننا معطلتهم شيء عن حياتهم مقابل أننا أعبر عن رأيي رابعاً إن نقابة الأطباء هي النقابة الأولى التي ضربت المثل الأروع والأعظم في التخلص من سيطرة الإخوان بعد ثلاثة عقود بعد ثلاثين سنة واكتر من سيطرة الإخوان على نقابة الأطباء فإذا بهذه النقابة هي أول من انتفضت وصارت بالسناديق الاقتراع بالانتخابات الحرة النازيهة ضد الإخوان فمكتسبة من اللحظة الأولى قوتها ونضلها في مواجهة أي طيار يحاول أن يغلب عليها أو يحاول أن يغالبها أو يحاول أنه يتجاوز ضدها أو أنه يمارس ضد الطباء بل وضد مصر لا أي حالة من حالات التعنت والعنق ثالثا حالة التشهير والتشويه اللي عملتها أجهزة رسمية أو عملتها يعني أطراف محسوبة على الدولة للأطباء وفي استدعاءات كده لنفس النظام القديم بتاع المكالمات اللي هي فاكنين تامر من غمرة ونفتح إينا من الأطباء إزاي بقى والأطباء اللي بيجي وأختار الأطباء ويبدأ يعود صحية نقل يعني الحالة التشهير والتشويه ومحاولة تقديم الأطباء لأنه هم جناوة قتلة وسفاحين دي هي أصرت على طول تعاطف بين الناس ليه بتعملوا فيهم كده ليه التشهير وفاجأة بقت الأخطاء الطبية طب يا جماعة بتسأل وزير الصحة بتاعكم مش ده بتاع الحكومة والدولة واللي انت فرحانين به وليتوا بتقوله يا أصله لا ده تصرف تصرف إيه بينما هو يعني متهم من قبل النقابة بإنه خزالها وخز الأطباء مصر بقى وخز المواطن المصري طبعا لأنه ما فيش وزارة تعرف تواجه وتبص في عين وزارة الداخلية طبعا طبعا احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن انحرافات أفراد طول الوقت يقولك انحرافات أفراد طب ما تواجهوا انحرافات الأفراد ليتحولوها بالمنطق ده تكلموا بقى وزير الصحة تكلموا عن الأخطاء والتجاوزات بقى وزير الصحة كان متقدم فيه بلاغات في نقابة الأطباء للتحقيق وطبيب أستاذ عظم يعني واترفع الدعوة القضائية واخسرها في الدرجة الأولى وكسبها الحمد لله في الدرجة التالي الأعلى في القضاء يعني كله معرض للاتهام بالإهمال الطبي واستغلال المريض بما فيه وزير الصح برع الرجل والحمد لله لكن ما كان متهما ايضا فما تنفعش بقى تقولي والأطباء بيعملوا ايه طب يا جماعة ما تشوفوا اللي بيتوا بالإزاز ثانيا التركيز على المطالب الأساسية للأطباء محل الأزمة وعدم تحويل هذا الحجد والجمع الكبير إلى مطلب سياسي أو إلى هتاف سياسي أو الابتزاز سياسي ودي كانت نقطة مهمة جدا ممكن بقى ناس تندس لحى عشان تتصور وتنزل 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 شفته إنما الجموع ما تكلمنيش عن واحد شالي أفضل تكلمني عن عشر تلاف وستمية ما تكلميش عن واحد سرخ سرخة تكلمني عن عشر تلاف وستمية نكلمه في قضية مهنية وقضية كرامة المصريين وقضية كرامة الأطباء إنما ما واحد باسك يفطط طبيعا يعني لن نعدم أحدا بيفطط صوت طالع في البريه يطلع إنما ممكنك على الجموع أولا بسبب مصداقية مجلس النقابة وثقة الأطباء في نقبهم الدكتور حسين خيري واحد من يعني راهب الطب فالثقة في مجلس النقابة اللي هو غلب الإخوانة وطردهم واللي هو معبر عن جموع الأطباء كان جزء كبير من نجاح إذا لم يكن السبب الأول زي ما بقولك لنجاح الجمعية العمومية للنقابة أطباء مصر نلتقي بعض الفصل اشتركوا في القناة